إلهنا عظم الخطب واشتد الكرب على إخواننا في فلسطين فاللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي غزة اللهم احفظ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين الغاشمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أيها الإخوة تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم ومن الوقوف معهم كما وقفت هذه البلاد المملكة العربية السعودية ووقفت كثير من بلاد المسلمين ولله الحمد والمنة مع هذا الحدث الخطير الذي أصيب به إخواننا المسلمون في فلسطين وفي بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس وفي غزة على سبيل الخصوص لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهنا عظم الخطب واشتد الكرب على إخواننا في فلسطين فاللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي غزة اللهم احفظ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين الغاشمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز أرنا في أعدائك أعداء الدين عجائب قدرتك إنه لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب مجري السحاب اهزم أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين عليهم بمنك وكرمك وواجبنا أيها الإخوة أن نقف معهم وأن نساند هذه الحملة التي أمر بها ولا تأمرنا حفظهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا بالإنفاق في سبيل الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وينبغي على المسلمين أن لا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين فيجب عليهم الرجوع إلى أولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم وأن لا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وليبشر المسلمون بالنصر والتمكين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذا ابتلاء وتلك أزمة ينبغي الرجوع إلى الله وينبغي الإقبال على دينه وتصحيح المعتقد واجتماع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة واجتماع كلمتهم على منهج السلف الصالح رحمهم الله وأن يتعاونوا فيما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولكن ذوي أمل واستبشار وتفاؤل بنصرة دين الله عز وجل ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فينبغي علينا أن نكون مع إخواننا جسداً واحداً في الدعاء لهم وفي مشاركتهم مصابهم وفي تفعيل هذه الحملة التي أمر بها ووجه بها خادم حرمين الشريفين حفظه الله وأجزل مثوبته وولي عهده الأمين وأن نتعاون في إيصال هذه التبرعات عن طريق المظلة الرسمية وهي منصة ساهم في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبهذا يؤدي الإنسان ما عليه ويقدم الواجب تجاه إخوانه المسلمين نسأل الله أن يتم بالنصر والظفر والتمكين إنه جواد كريم وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واطمئنانها ويوفق ولاة أمرها ورجال أمنها إنه جواد كريم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يحقن دماءهم إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر